مش عارف ليه افتكرت هذا المقطع من آخر قصيدة للراحل محمود درويش ومعرفش ليه برضو افتكرت قصة السلطان خوش قدم والبباو الطباخ الأمي الذي أصبح رئيساً لوزراء مصر رغماً عن قنوف المصريين يمكن افتكرت قصيدة الراحل محمود درويش لأن الأيام دي بتمر الزكرة الخمستاشر على رحيله ويمكن افتكرت قصة الطباخ والسلطان خوش قدم لأنها قصة بتكشف عقلية الطاغية ونظرته للشعب افتكرت كل ده وربطه ببعضه زي ما انتا شايف كده وربنا فتح علينا به لما تسمع حوار بشار الأسد انبارح مع قناة سكاي نيوز التي تبثت من الإمارات وهو خطاب كوكتيل من المرض النفسي وبيعكس الحقيقة عقلية هؤلاء الطغاء مكس من إنكار الواقع والاعتراب بالفشل والكذب والبجاحة كوكتيل من الخداع والتلاعب بالألفاز وسبحان الله هم رضعين من جاموسة واحدة نفس منطقه في إنكار وتبرير جريمه هو نفس منطقه في إنكار وتبرير جريمه هم الطغاء واحد مجموعة حكاية مشتركة بينهم ده يبقى سوري ده يبقى ليبي ده يبقى جزائري ده يبقى مصري ده يبقى سعودي وعلى فكرة حتى على مستوى الأفراد وده الأخطر إن هؤلاء الطغاء دمروا نفسيات المصريين والعرب كلهم فبقى جوانا سيسي صغير قوي كده في حتته يعني يعني يبقى عندنا في المناطق سيسويات كده بشار صغير أو الله ملوش علاقة بحاجة مش مهم أي حاجة المهم اللي أقوله أنا يمشي بس فقط لغية إنما شغل وتقدم وديمقراطية كلام ده تقوله عنده ملطفي وده أخطر نتيجة للديكتاتورية إنها بتخرج أجيال متعلمة كويس جدا متربيها كويس جدا ولاد ناس بس أجيال جواها رواسب طغيان واضحة فتلاقي كل واحد في شغلته بقى طاغية شوف أنت كده زابط المروب بكلمك إزاي طاغية شوف أنت الدكتور في مستشفى أميري بكلمك إزاي طاغية شوف أنت إزاي رئيسك في العمل بكلمك إزاي طاغية يرفض ويصلح ويدي أوامر وتعليمات المهم من منطقه هو اللي يمشي دي أخطر النتائج في المجتمعات اللي بيحكمها طغا أو أتخذي عنده ده متعلم كويس أو أتخذي عنده مصقف أو في الآخر طاغية طاغية بس على قدو لو أوتيه مثلما أوتيه السيسي هيبقى طاغية محترمة لو أوتيه مثلما أوتيه بشر الأسد هيبقى طاغية على أبوه بس لأنه ما عندوش فيبقى طاغية صغيرة أو كده في الجرائد في المستشفيات حتى في التلفزيونات طغا صغيرين أوي لديهم إيمان عقيدي بأنه هو اللي بيفكر بس بأنه العبقر الوحيد بأنه أوتي ما لم يقتل أوائله الطغا واحد أولا بتحكمهم مجموعة حاجات إن دايما عليهم مؤامرات نظرية المؤامرة فمثلا بعد سنين طويلة من القتل والتدمير الموزيق الكيوت اللي بيقبض من الإمارات اللي مطلع بشار أصلا مش بمزاجه بمزاج الإمارات نكاية في السعودية جريمة ما فعله العرب في العرب جرائم تاريخية إن الإمارات تسمح باستضافة بشار نكاية من محمد بن سلمان والله العظيم وكأننا أيام الصالبين بالزبط إمارات تخون إمارات وإمارات تتحالف مع الصالبين ضد إمارات مسلمة وعربية وإمارات تسهل نفس المشهد وكأنك في عنفوان الحروب الصالبية فيطلع بشار الأسد في قناة إماراتية عشان يغيز محمد بن سلمان وبعد سنين طويلة المزيع يسأله سيدي لو عاد بك الزمن كنت ستأخذ الحرب مرة أخرى فبدأ بشار يتكلم على إن الحرب دي مش عشانه هي عشانه هي الحرب دي عشان أععد على الكرسي دي عشان سوريا آه دخلته حروب عشان أنا ده عشان سوريا وأنه كان يقف ضد المؤامرات مؤامرات وعمره مخاف من مصير القذافي ليه معلم لأن الهدف لم يكن بشار ولا القذافي بل كان الهدف سوريا وليبيا اسمع عبقاري زمانه ولكن لو افترضنا بأننا سندهب فهذا يعني بأننا سنتفع الحرب ولكن سندفع ثمن أكبر بكثير لاحقا هل كنا سنتعامل مع الأمور بنفس الطريقة الطريقة ممكن يكون هناك طرق مختلفة لنفس الهدف المهم ما هي السياسة وما هي رؤية الوطنية رؤيتنا كانت هي الدفاع عن المصالح السورية الدفاع سوريا في وجه الإرهاب الدفاع عن استقلالية القرار السوري فلو عدنا بالزمن إلى الوراء سوف نبني ونتبنى نفس السياسة نفس اللي هيعمله بالزبط ليه لأنه بدفع عن سوريا هو الحروب دي ليه أنا وأنا حريبت عشان الكرسي أنتوا فكريني حريبت عشان الكرسي اللي أبويا ورسهولي لما أخويا كان باسل هياخد الكرسي وبعدين مات وأنا كنت بدرس عيون برة في أوروبا طب العيون استدعوني على عجل أو الله يجابوا لي عجل استدعوني بيها عشان همسك الحكم لأن سوريا هتضيع سوريا التاريخ هتضيع فجابوا واحد أهبل ما يعرفش أي حاجة عن السياسة دربوه أعطائه السياسة بتعبوه مصطفى طلاص أو طلاص وغيره عشان في الآخر يمسك ويدينينا محاضرات في الحكم قال لك أنا الحروب دي مش عشاني ده الحروب دي كانت عشان سوريا والهدف بتاع الحروب دي مكان شنا ولا القزافي ولا صدام لكن الهدف كان سوريا وليبيا والعراق ولكن الخوف له أشكال تتراوح ما بين الهلع والتوجس وما بينهما لم نصل لحد الهلع هذا بكل تأكيد لكن من جانب آخر أنت تعيش حالة عامة لم أكن أنا المستهدف كشخص كان الكل مستهدف كلنا كنا نسير في هذه الشوارع وطرق وفي منازلنا والقزائف كما حصل مع القزافي أو كما حصل مع صدام عسين في العراق لكي تخلق حالة رعب فكان لدينا في سوريا وعي تماما للسيناريوهات التي وضعت في الإعلام وسوقت في الإعلام لكي تخلق حالة من الرعب لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في عقولنا بشكل عام خاصة أننا كنا نخوض معركة وجودية المستهدف لم يكن قزافي كانت ليليا المستهدف لم يكن صدام حسين كان العراق والمستهدف لم يكن الرئيس بشار كانت سوريا أه ما ليه المستهدف اتعلم بقى السيس يخذ الكلمتين دول المستهدف لم يكن بشار ولم يكن صدام ولم يكن قزافي ولكن المستهدف كان ليبيا والعراق وسوريا وتقريبا ده نفسه منطقة سيسي بالزبط أنه فيه مؤامرات وفيه تآمر من أهل الشر اسمع بدل ما بيمدوا إيد التعاون والبناء لمصر بيدوروا على هدم مصر بيدوروا وبيجهزوا قنواتهم وبيدفع فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها مئة مليون أنا بقول للمصريين هو درد الجميل بقول للمصريين مش بقول لحد تاني هو درد الجميل اللي اتعمل خلال المئة سنة اللي فاتوا واللي مصر كانت دايما أياديها كلها طيبة ونواياها كلها طيبة للآخرين يبقى رد فعلهم أن هم عايزين يهدونا درد الجميل وأنا بقول للمصريين ليه إيه هو وحد يهد بلقكم ويقول لكم كلام كب وتشكيك وجهل نفس المنطق لم يكن المستهدف إطلاقا بشار الأسد ولا صدام ولا قزافي المستهدف كان الشخصيات دي تم سهل يا معلم ما الشخصيات دي يتم اغتيالها ونشيل دا عنده يرتاح دا من دا لو لهدف كده يعني هو نفس العقلية أن هناك دائما مؤامرة كوكبية مش مؤامرة كده كوكبية عارف يعني إيه يعني الكوكب بيتأمر على سوريا كوكب الأرض كوكب بقى كوكب الأرض إيه كوكب المريخ والمشترة وعتارد والزهرة بيتأمر على مصر بيتأمر على ليبيا مش عالله طب ما يتأمر على أمريكا طب بلاش بلاش يروح أمريكا ما يتأمر على إسرائيل إيه رأيك ما الكوكب دا الكواكب دي اللي قاعدة لما بعضها فوق زي آلهة الأوليم بكده في الأساطير الرومانية بيقعدوا يلعبوا مع بعض ويتخانوا على واحدة ست والجو دا واحدة فيهم يعمل بجع عشان يوصلها جو كده صغير قوي تم الآلهة معاقل صغير دي بيتأمر على إسرائيل ويتأمر على أمريكا بلاش عام هم إسرائيل وأمريكا اللي عمي المؤامرة تم بيتأمروا على الصين حلو قوي بيتأمروا على روسيا إنما لا يتأمروا على العراق يتأمروا على مصر تأمروا على سوريا مؤامرة تاني حاجة في عقلية الدكتاتور التبرير والشماعات عنده شماعات لأي حاجة لما تسأل الأخ النونس بشتر الأسل عن الوطن المعدم والخراب قاله ونمالي الإرهاب هو السبب أو الله أو اسمع مسؤولية هؤلاء إذا افترضنا بأن الدولة هي كانت تقوم بالقتل والتهجير تتحمل ولكن هناك إرهاب كانت الدولة تقاتل الإرهاب والإرهاب هو الذي كان يقتل ويدمر ويحرق لا يجهد دولة حتى ولو كانت تسمى دولة بين معطردتين سيئة تقوم بتدمير الوطن غير موجودة حسب معلومات فشكل طبيعي الإرهابي ومن قام بتدمير الدولة دورها بحكم الدستور والعرف الوطني ما تدافع عن الدولة فهل هذا يعني بأن الإرهاب أو مواجهة الإرهابية التي دمرت يعني لو تركنا الإرهاب تعمر الدولة هذا كلام غير مضخي أي والله الإرهاب 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 أنا معناش حاجة براميل البرود اللي كانت بتنزل دي على حلب وحماء وريف حلب وريف حدث دي ده لأنها كانت بتنزل على الإرهابيين سوريا اللي اتدمرت تقريبا تماما تماما ده دي مش اتدمرت لو لا اتدخلوا الناس وديحكوا على الصوار الإرهاب نفس المنطق بالضبط أنه يرمي المسؤولية على أي حد إلا هو إلا أنت كل غالي هون علي إلا أنت أي حد كان السبب بإلا هو جدر البطاطا كان السبب بإلا هو الأزمة العالمية هي السبب في فشلوا إلا أنت كورونا هي السبب إلا أنت اتفضل كده الحمد لله رب العالمين أيوة في أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتمر بالعالم وليها تأثير كبير علينا فيش كلام لكن بالرغم من كده الحمد لله رب العالمين متماسكين وحنتجوزها وليكنت يمكن لما في الكمين أو نقطة الشلاء لما كلمت معهم الشليل ولا الشلاء ها الشليل فلما كلمت معهم بقول لهم اللي بقوا هتفتكروا الأزمة دي حتى لا إن شاء الله هنعبرها زي ما عبرنا كتير بس في حاجة دايما شماعة إيه إجريات هات الشماعة بتاعت عمه نحط عليها الفشل أما بقى الملمح التالت من عقليات التغاة هي إن الكرسي خط أحمر هو أتفكر أشيلك من على وجهة الأرض شيل وبعدين قصت في العالم الإسلامي الكرسي ده أمر رباني أما أنت فاكروا كده يوتي الملكة من يا الشاء يا أخي والله ده يا ربنا اللي اختارني أما ليه فالعالم الإسلامي الحقيقة مدجج بفقه إسلامي بيقولك إن الحاكم ده ربنا اللي اختاره مش الشاعر أنت فاكر ليك في الأمر حاجة ده ده هو ربنا اللي اختاره ده ظل الله على الأرض حتى الآن فالفين تلاتة وعشرين حتى الآن فإذن الكرسي خط أحمر وخلي بالك بقى أنا لو مشيت الفوضى اسمع الأخ بشار لما سأله المزيع وقال له ما فكرتش تسيب السلطة فالرجل اعتبر أنه يعني لا أسيبها ليه هي لو هي اللي قالوا لي سيب السلطة دي دعوات من الخارج وأخليها شرية في الداخل والتنحي كان هروب ولو كان دعوة داخلية آه لكن دي كان دعوة خارجية لم أفكر في التخلي عن السلطة اسمع بظل هذا الضغط الكبير هل فكرت يوما في التخلي عن السلطة سيادة الرئيس لأكون واضحا عندما تحدث عن ضرورة رحيل الرئيس السوري كانت صورة هي بشكل التالي بأن المشكلة هي مشكلة شخص وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الشخص أهم من الوطن وبالتالي بغض نظر عن مواصفاته وصفاته يجب أن يذهب هذه الصورة كنا وعيين لها في سوريا بشكل عام ليس أنا فقط برحيل الرئيس عن السلطة عندما يرحل رئيس لم يكن هناك مطالبات داخلية داخلية يعني جوة سوريا لم تكن هناك مطالبات داخلية بضرورة رحيل الرئيس كده هو السوريين ما طلبوش رحيل الرئيس هم اللي شفناها على التلفزيونات ده إيه هم للسوريين اللي قابلناهم دول إيه آه طلعت إن دي دعوات خارجية كم اللي بيتفضل عن المنصب أو عن المسؤولية اللي كان يكون أكثر دقة يرحل عندما يريد الشعب له رحيل وليس بسبب ضغط خارجي أو بسبب حرب خارجي حتى العدد الكبير لم يتجاوز في أحسن الأحوال مئة أو مئة مئة ألف ونيف في أحسن الأحوال في كل محافظات مقابل عشرات الملايين من السوريين هذا أولا ثانيا إذا أردنا نفضل بأن هناك كان جزء كبير طيب أغنى الدول وأقوى الدول في العالم تقف ضد هذا الرئيس وقسم الكبير فرضا من الشعب يقف ضده فكيف يبقى ده يجد منطق في الأمور فإذا هو بقي لأن الجزء الأكبر من الشعب يدعم القضايا التي يدعمها الرئيس لم تكن المطالبات برحيل الرئيس مطالبات داخلية أي اللي يعني إيه ألف اللي طلعوا فأنا أفترض أنهم متين ألف إيه متين ألف في الشعب السوري هو بيقول كده ولكنها كانت مطالبات خارجية ده تقريبا منطق السيسي اللي بيدرب شعار ولا ثانية ضد إرادة الناس والله معود ولا ثانية والله والله لو مش عايزيني أمشي اسمع قصبا بالله العظيم قصبا بالله العظيم قصبا بالله العظيم لو المصريين عايزين ما هعود ثانية في المجنة ثانية واللي يقدر يقدم لها أفضل أنا بأثمناها مش أنا موجود يا أنا يا هدها لا المصريين يعوز ما ما عايزيني بس أنا عدل الدستور عشان نفتح مدد الرئاسة قصبا بالله العظيم انت تقول لو أنت عايزينه حبيبي انت بتقول مش عايزني والدستور بيقول مدتين بس نفتح الدستور نعدله قصبا بالله لو ما عايزني لنقاعد برضو انت بش عايز محمد البباوي ده الطباخ الأمي يبقى وزير قصبا بالله لو ما عايزينه رئيس وزارة أنا والله العظيم والله يعني وحيات ربنا ما يهون علي اني أقعد والشعب ما عايزني فهقعد برضو عدل الدستور واقعد نفس الكلام بالزبط رغبة الأمة يا فيك دي مش أول مرة ده وقف في مشيخة الأزهر في ليلة القدر ضرب القسم برضو بثلاث حلفانات والله 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 لو الشعب ما عايزني ما هقعد ثانية واحدة يعني دي مش أول مرة دي في 2017 قبلها كده دور هتلاقي فيديو له في مشيخة الأزهر وبيقول كده بالنص والله والله ولا ثانية واحدة دقات الشعب عدل يا دي الدستور والله العظيم عدل يا ابني الدستور وفتح المدر الرئاس والله العظيم يا ابني شوفونا كنبارس يطلع جنبي اي انتخابات أنا ما يهونش علي أنا يهون علي شعبي يتقطع من الجوع ومش عايزني وانا ععد طب ده خلام عدل يا ابني شوفونا حد دي طمعا ده عبد الفتاح السيسي ده نفس منطق السيسي بالزاقات نفس منطق بشار الأسد والموزيق الكيوت الإماراتي اللي بيحس على كلامه وبيخبط على أبي التلاجة بنفتحها بيسأل بشار الأسد عن سر الصمود فيرد بكل أوكي بكل أي حاجة ازاي حضرتك صمط في وجه كل الحاجات دي كل السنوات دي طبعا لو سألتم محمد في كفر أبو جزمة ولو سألت أصدقائنا ببني مزار ولو رحت مرسى مطروح ولو سألت أي عيل صغير في وهران في الجزائر ولو رحت جربة في تونس ولو رحت الكويت سألت أي كويتي قلت له كيف صمد بشار هيقولك بروسيا أتحداك اسأل أي عربي أي شخص ناطق عربي لماذا صمد بشار الأسد حتى الآن هيقولك هي دولتين وقفوا معا روسيا وإيران تخيل هو باعل سر الصمود سر بقاء لحد الوقت واش يبي تفضل لكن الصمود الحقيقي هو الصمود الشعب السؤال هنا الذي تطرحه له عوامل كثيرا تتحدث عن عشرات الملايين وتتحدث عن واحدة من أقدم شعوب أو المجتمعات في العالم فهناك تراكم تراكم اليوم نستطيع أن أقول هناك إيمان بالقضية هناك خبرة هناك معرفة هناك تمسك بالحقوق هناك وعي ونضج لطريقة اللعبة التي أديرت بها الأمور عند التحضير لهذه الحرب وعند بدأ هذا الحرب كل هذه الأشياء وغيرها من العظام الكثيرة لما جاء لفكرها الآن هي التي كونت حالة الصمود وليس كفاية بقى كفاية بقى وما جبت سيرة بوتين وليه نعمتك يعني ما روحتش ما فكرتش ياخد حي ونبعد تحية حيرة طيرة للمعلم بوتين اللي وقفت في القعدة العسكرية زي أي عسكري روسي والأمن بتاعه ما سمح لكش غير بعد ما أشر الرئيس الروسي بأنك تخش ما قلت لهمش ليه وأن ولي نعمتك واللي بيصرف عليك بوتين هو اللي خلاك أهل حد لوقتي ما قلت لهمش ليه أن عناصر الجيش بتاعتك اللي بيتحكم فيها الزباط والقادر الروس ما قلتش ليه أن البلد كلها تدمرت معدى الجيش لأن الأعتاد والأسلحة والخبرات الروسية قل لهم قل لهم الطائرات اللي كان بتحلق في قريف حلب وحماء كانت روسية لكن تقول لي وعي الشعب ونضب الشعب عن أي شعب تتحدث يا سيدي عن ثلاثة مليون واحد هجروا في بلاد الله خلق الله عن الأطفال السوريين اللي انتجعوا من أمهاتهم وأبهاتهم قصرا وعنف عشان يتخذوا تربوا في حتة تانية عن مين ما تكلم الناس يا أخي كلم الناس كلم الناس قل لهم قل لهم أني في مليون سوري يدفنوا تحت الأرض أي وعي بتكلم عنه ده مأساة سوريا سيتحدث عنها التاريخ لسنوات وعي الشعب أي شعب عن السوريات اللي بقوا لحمهم في بيوت الضعارة ونوادي الليل عشان يعرفوا يعيشوا عن أي شعب بتكلم أي شعب بتكلم يا بشار والموزيق ما بردش خالص اسأل القاسي والداني عن أعداد اللاجئين السوريين في العالم كله اسألهم عن الناس أهو اتفرق أهو اسألهم عن ده يقول لك وعي الشعب السوري أهو هذا الرئيس في مين في قعدة جوية في ده سوريا اتفرق بص بص الأمن بص الأمن ابعد ابعد يقول لك وعي الشعب السوري هو اللي خلاني صمت فرد أمن اللي بيرجع له تاني يا أبو صلاح ارجع ارجع بص أهو استنعوا فينا على فكرة دي على قعدة سورية على أرض سوريا الحرة والرئيس بوتن نازل القعدة الجوية ومفروض معاه الهتر الهنتول فقال عايز يمشي نفسه نفس المقام مع الرئيس الروسي بص مين اللي حاشوا إلعب بقى كده إلعب اعو ارجع اعفنا بص بص هو هيقوله إيه بص هيقوله إيه بص بقى استنعوا فينا هيقوله بشار إيه بقى هنا آه يعني اعفنا آه يعني هنا آخر هنا تمامي هنا بص 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 بشارة تطرق تمامي هنا أوكي حاضر أوكي أنا كيوت قوي أنا كيوت قوي وباسمع الكلام وباسمع الكلام وبغسل سنين قبل منام فضل وكمل الرئيس الروسي شايف شايف ده بيقوله إيه كمل 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 شوف الراجل ده يقوله إيه كمل كمل الراجل ده يشاور له ده باس قلهم ده الوعي اللي تتكلم عليه كمل بقى أهو هيقابل القادة الروس اللي في مطار في القادة العسكرية في دمش في سوريا أين أنت قلهم احكي للعالم العربي إزاي بقيت انت حامل حقيبة للرئيس الروسي يا رجل أشكر الرئيس الروسي يا رجل يا رجل بتنكر جميل وخيره عليك اشكروا مش تقولي وعي الشعب السوري قلهم أنا موجود بفضل براميل البرود بتاعت روسيا أنا موجود لأني لعقت حزاء بوتن قلهم قلهم أنا موجود لأني بعت ملايين من الشعب السوري نساء وأطفال ورجال عشان نعود على الكرسي قلهم لا تقريبا نفس المصطلح اللي بيقول السيسي يقولك وعي الشعب المصري هو حائط الصد اتفضل احنا في حرب حقيقية للحفاظ على الدولة دية حتى لا تكون مثل الدول الأخر بس أنا عايز أقول لكم حاجة دلوقتي ودي تجربتي اللي أنا بشوفها أو اللي أنا بطلعت بيها أنا بقول لكم أن وعي المصريين أنا رهنت عليه وكان هو حقيقة حائط الصد الحقيقي قدام كل الجهد ده حتى لو إحنا كدولة هي نفس البقرة وبيعودوا تحتها كده يرضعوا هي نفس البقرة نفس الجموسة أي وعي الشعب تحدث يا رجل ده الشيخ محمد بن زايد نزل على مين مش على رجله تصور مع صيني وانت لا تجرؤ انك تعمل كده انت لا تجرؤ يا رجل ده في 19 سبتمبر المقاول محمد علي اللي مش سياسي دعا إلى مظاهرات نودية باسمك واسم امراتك في المظاهرات دي وقمعتها وكانت مظاهرات محدودة جدا بجد انتصار هتمشي مش هزار في 19 سبتمبر تقريبا يا بيه أي وعي ولما خرجت المظاهرات تنادي برحيلك انت وامراتك قمعتها بمنتهى العنف وهددت الشعب كله بالقوة الغشمة نفس الكلام نفس الكلام بالزبط أما الملمح الخامس للطغاة فهي بجاحة الأطراب بالفشل وفي لحظة حقيقة بشار الأسد بيرد عن سؤال عن عودة اللاجئين السوريين اللي برا اللي اتهجروا اللي سابوا بلادهم وتاريخهم اللي راحوا من الرعب يمشوا أميال على رجليهم عشان يروحوا من بلد لبلد لبلد فيرد بكل وقاحة يقول يرجعوا فين؟ لما فيش كهربا ولا ميا ولا مدارس لماذا توقفت هذه العودة؟ بسبب الواقع الأحوال المعاشية يعني كيف يمكن لاجئ أن يعود من دون ما ولا كهرباء ولا مدارس ابنائه ولا الصحة للعلاج يعني هذه أساسيات الحياة هذه أساسيات الحياة أساسيات الحياة من اللي دمرها هو هو من الطيران اللي دمر كل أساسيات الحياة؟ ما طيرانك مش الطيران دا اللي أنت كنت بتطلع طيران جوية عشان تضمر مدن بحلها وتدفنها في الأرض ما هو الطيران بتاعك؟ النهار دا أقول لك يرجعوا ليه؟ خليهم في أوروبا ملاقحين أرجعهم ليه؟ همش عايزهم أصلا فيه أكتر من ثلاثة مليون سوري برا مش عايزهم أرجعهم ليه؟ يقرفوني ليه؟ ما أنا عايش كويس جدا في القصر بتاعي في الحتة بتاع الدمش الصغيرة دي نحاض بالحراسة الروسية وخلاص أنا مش عايز بلد أصلا أنا مش عايز بلد بلد إيه اللي أنا عايزها؟ ما أنا بحكم اسم الرئيس والسعودية بتستقبلني ومش عارف مين بيستقبلني وعندي حراسة وعندي اللقمتين وعندي الكتموت الصغير نفس الاعتراب بالفشل اللي قاله السيسي كذا مر ما فيش تعليم ولا صحة ولا إسكان لكن عايز أقول لك ما بتسألنيش ليه عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد ما عندناش تعليم جيد أنا بقول لك ما بتسألنيش ليه عن حق العلاج الجيد في مصر ما عندناش علاج جيد في مصر ما بتكلمنيش ليه عن حق التوظيف وحق التشغيل للمواطن في مصر ما عندناش توظيف جيد في مصر ما بتكلمنيش ليه عن الإسكان الجيد ما بتكلمنيش ليه على الوعي الحقيقي نفس الكلام فيش لا كهربا ولا ميا ولا اي حاج المالمح السادس في عقليات الاباطرة والتغادل حكام القرون الوسطى اللعب بالعاطفة الله ايوا بقى خش بقى الحتة الحنينة بتاعت الشعوب بتاعي حاكم انت عندك شعوب الحقيقة تطلع تقولهم عندي القلب وعندي المرارة تلاقي بقى اللايكات والحاجات انه وتطلع تكلمهم بصراحة يقولك على فكرة انت بجح انت قد مالك عامل ليه كده على فكرة اخوك حسن منك ايوا بس ده الواقع بتاعك على فكرة انتوا عندكوش مصقفين انتوا عندكو ارزقجية انتوا عندكوش رجال دين انتوا عندكو ضلالية انا ما قلتش كده واحد صوفي اسمه بريم الخواص قال كده قال بالنص كده الفقيه اللي فقه منطق بس او منطق بس مش تصرفات ده هو وزئ بسوأ تقولهم كده لك ده بتاع النبي انت مالكش في الحاجات دي اسكت انت ها اللعبة بالعطاء جميل جميل قوي حلو بقى نلعب واهل حاجة يعني ايه المشكلة لما يوقع لنا تلات اربع زباط ديش ولا بتاعه ولا شرطة ولا ونعمل جنازات بقى امال اه مال ايه وتطلع الجنازات العسكرية ونقمشي العسكر كده قدام الجنازة والموكب معدي والناس تطلع اسمع ما كانش موقف الواد ايلان ده اللي كان غرق فاكر السورة دي هزت العالم دي الواد السوري اللي كان مرمي في المية اللي طلع والسورة هزت ضمير ضمير العالم ما هزتش بشار الاس ولا منظر الطفل اللي في الاسعاف معفر ده اللي هز العالم كله طفل السوري ولا اي حاجة ولا منظر القوات بتاعته النصرية بتاعته دي العلوية وهي بتأتي للسوريين ما كانش ده ما هزوش والنبي دور كده يا بي والله اخي اه المنظر ده ما هزوش ده منظر طفل السوري كان مهاجر على احد القوارب الصورة دي هزت العالم كله بس ما هزتش ما هزتش بشار الاسد خالص ما انا هقولك إيه اللي هزو باللوقتي ولا منظر الطفل اللي كان في الاسعاف كده وقاعد في الاسعاف وشعره عليه غبار كثيرة جدا ومزهول كده طفل برضو في سن الولد ده الله يرحمه المناظر دي ما أثرتش بشار الاسد تعرف إيه اللي بقى أثر فيه بقى تعرف إيه اللي هز بشار الاسد اللي أثر كده فضل ولكن أكثر موقف إنساني يمكن أن يؤثر فيه هو موقف عائلات الشهداء خلال الحرب الأم والأب الذين فقدوا عدد من الشهداء من أبنائهم وأرسلوا بقية أبناء ليدافعوا عن الوطن هناك موقف إنسانية لا يمكن أن تنسى بالنسبة لها هو هنا بيكلم عن أني شهداء با عن طيفته النصرية العلوية النصرية دي بيكلم عن أني شهداء بتوع الجيش ما هي طيفته هي اللي ماسك الجيش الطائفة اللي بينتمي ليها بشار الأسد هو بيكلم عن دول عن شهداء الجيش والشرطة لكن للطفل إعلان دا ولا مش عاف اسمه إيه دا الله يرحمه عشرات الآلاف اللي ترامت عليهم براميل البرود لا ما أصرش فيه أكثر موقف إنساني أصر فيه أصر فيه هو موقف عائلات الشهداء عن أي شهداء يا سيد الرئيس تحدث شهداء الجيش والشرطة تابه الشعب اللي انت راميته دا لا دول دول حيوانات دول كانوا يستحقوا الموت فما أصرش فيه خالص الطفل الغرق دا ولا عشرات الآلاف زيه لا لا ما أصرش فيه خالص هو نفس منطق السيسي بالضبط لما يقف مع عائلات الشهداء وأسر الشهداء الشرطة والجيش برضه خلي بالك خلي بالك مدني ملكش فيه شهيد دي يعني لما تتكلم على شهيد في العالم العربي يبقى شهيد جيش أو شرطة لكن مواطن مثلا خد له طلقة زي الوالد بتاع فرحات بتاع مارثة مطروح من زابط دا مش شهيد ولا حاج مش شهيد الجدع بتاع بني مزار مش شهيد ولا حاج الجدع بتاع داري السلام خلف راضي دا ولا مش حافظ يسمو إيدا اللي اتعزل جوه السيج دا مش شهيد لكن أي الزابط يتخدش في رمش عينه اللي جرحني رمش عينه يبقى شهيد منص حتى لو ما دخلش حتى لو ما متش دا شهيد وعائلاته بقى يا خبرة هنا هو في الحتة دي في قلبي ونستغل بقى ونستثمر الوقفة مع عائلات الشهداء زي كده بالزبط تفضل اهو زي كده بص 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 أنا الولد دا خلاص تبنيته تبنيته وبتبنتك انت معا برضو فين المدان اه سوري ادوها الدرع اه شوف الشهيد الاسم اهو انا اتبنت الاسرة دي كلها بالبنات بكله خدتك كومبو كده على بعد بص بس يا ولد بس يا ولد لجيب لك الحارس بس لجيب لك الباديجارد بتاعي ينفخك انت ومك يا ولد بس يا ولد بس الصورة دي نخلص بقى شكرا على فكرة بيتعالي البيت بيتعالي البيت المدام هتسيب لك حاجة كده صغيرة بس ما جيبش الولد معاك عشان غلس اوي اه اه وادي ادي اهو احلى حاجة بقى تفضل اهو تفضل مش بمصر بس لا والله بتمر بالمنطقة كلها بالكامل شوفوا دا كويس هنبقلكوا كده عشان يعز علي عن قدموك يعني صحيح بس انا حايز اقول لك ان ده انا حقول لك حاجة تصدق تامي بيه يا ريت نكتنا يا اخي والله 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 اسمع الكلام بقى يا ريت نكتنا مرعتش العالمين صيفت 55 يوم ولسه راجع كملهم يا ريت نكتنا يا شيخ مستريتش يا راجل تحرم علي ملكة السماء يا ريت نكتنا بس شوف الاداء شوف الاداء لقا ارجع ورا ارجع ورا تلاتة ربعة فريمات كده بس وما لقاش كلام يقولوا البضاعة عبارت منه يكتنا يا اخي لا 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 قابل 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 المنطقة ودي حاجات بتحصل في المنطقة كلها هتعرف عايز اقول لك حاجة فلس بقى فلس بقى مش ليش حاجة يقولها انا عايز اقول لك الحاجة صد وتم ايه صد وتم ايه قول لقا ايه لا الله قول لقا ايه لا الله يا ريت نكتنا مش عدال لقابل قابل قابل بس ايوه ايوه هأنا بقولوكوا كده عشان بسوا فينا البضاعة خلاص الكلمتين اللي كان حافظهم خلصوا أنا بقولوك كده عشان عشان مصر تصدق وتم من الله شوف البضاعة فلست بقى بص بدأ بقى البنزين يخلص والحصيلة بتاعته اللغة خلاص انتهت العب صحيح بس أنا حاجة أقول لك ان ده أنا حقول لك حاجة مفيش بقى كلام مش تلاقي كلامنا أنا هقولك على حاجة بقى تفضل تفضل ياريتني كنت أنا يا أخي ما انت مش جاي معي بالمنطق بقولك المنطقة حوالينا ومؤامرات علينا وانت واقف عملي كده ما تديني أي حاجة ريحني يقول لي آه والله كان الله فعونك احنا وراك يا راجل قول لي أي كلمتين يا راجل قول لي أي كلمتين كده آه فصل الظهر عليك طب ما لقناش منك كلام وخلص كلامي تتفضل قتهم بالله قول لي إله الله ياريتني كنت أنا يا أخي بس نفس المتجرة بعائلات الشهداء نفس المتجرة نطلعهم نستثمر نعمل لقطات نبوس العائل الصغيرة اللي لسه مردع جديدة والولد بيقشط وغبط على ظهره وتطلع مامته ومامته طبعا مكلومة في الجزهة إحنا بقى نطلع نستثمر اللقطة دي وندوس على المقاسي الإنسانية دي وننسى ونقول للناس إن الراجل ده مات عشان أنا أعود في الكرسي مش عشان مصر عشان أنا أعود على الكرسي عشان انتصار هانم تقعد في الأصل بتاع العالمين الراجل ده ماتش عشان مصر إطلاقا الراجل ده دخل حرب لنا قتله فيها ولا جمل راجل ظابط محترم شهيد راجل طالع الناس فرحانة بي وأسرته فرحانة بي سواء ظابط جيش ظابط شرطة نحشو راحنا بقى أمال الكرسي ده ميلا يدفع عنه وهب نقول ده مات في سبيل الوطن لا اللي مات في سبيل الوطن ده يا حضرات مات في حرب أكتوبر مات في حرب السنزاف مات في 67 مات في 56 مات في 48 أي حرب تانية غير كده ما نعرفهكش بقى لأن دي حرب بدي عدو حرب بدي وجود حرب حقيقية إنما الحروب اللي انتوا دخلتوا الشعب فيها دي واحد ظابط بيقاوم جماعة ضربوا عليه نار مات فنعتبر بقى إنه دي بقى الحرب لا دي حرب عشان كرسيك إنت عشان إنت لزقت بغيره على الكرسي هو نفس منطق بشار أما الملمح السابع بقى بتاع التغادل فهو الكذب الكذب الصريح إنهم ما كانت كذب لا يغجلوا إطلاقا من الكذب وبيكذب لدرجة إنهم صدق نفسه وفاسأ للتوريس أما كذب الصريح إن أنا أجدب عليك وأهل ابني للتوريس فده اعتبروا بجاحة بقى إن أهل الولد عشان يمسك البلد بعدنا ويقول لك أنا مش وارس من أبويا ولو ابني عنده رغبة ما فيش مشكلة المهم مقبول الناس اسمعوا بشار الأسد اللي أخوه كان يؤهل لحكم سوريا باسر الأسد فقوته أو مات أخوه مات فاستودعي هو من بعثة دراسة طب العيون عشان يتم بتأهيله ويمسك مكان أبوه بيكلم عن توريس الحكم تفضل سيكون لابنك حافظ دور سياسي في مستقبل سوريا أولا بالنسبة لي أنا شخصية لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أنا كون رئيس لأنه لم يؤمن لأي منصب لا مدني ولا عسكري كي يكون مستقبل والله بقى صعفنا والله صح تصدق أو مروح لحاجة صح قال لك أبويا ما أمني ليش أي منصب مدني أو سياسي صح ده كلام تخيل صح والله حقيقة دي حقيقة مش باتريق لأن أخوه باسر هو اللي كان مسك كل حاجة هو كان بيدر الصب العون برة وكان بيتم تأهيل باسر الأسد عشان يمشي مكان أبوه هو ما كانش يهو فيها فعلا خالص فهو بيقولك حاجة صحة أبوه ما كانش له علاقة بالقصة ما أهلوش للاي حكم ولا لاي حاجة لأن أنت أهبل وعبيط وهنتول وطويل زيادة ومالكش لازمة لكن في شاب قابلك اسمه باسل ده اللي عايزين يحكم مكان حافظ الأسد فديك كلمتين حقيقي نكمل بات هل سيكون لابنك حافظ دور سياسي في مستقبل سوريا أولا لا مدني ولا عسكري كي يكون من خلاله ليس أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته وهو كان مريض في ذلك الوقت نفس الشيء العلاقة بيني وبين أبنه علاقة عائلة لا أناقش معه هذه القضايا خاصة أنه مازال شابا وأمامه مستقبل علمي أمامه مستقبل علمي لم ينهيه بعد هذا يعود لرغباته كشخص أما على مستوى العمل العام فهو يعود لقبول الوطن لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل عام أنا موتي وسمي الوسط أنا موتي وسمي الوسط يا حضرات حضرات السادة أنا آه آه أما ليه أما ليه خلي بالك خلي بالك أنا محبش الوسط ابني الأول في المخابرات وابني الثاني في الرقابة أنا موتي وسمي الوسط الأخ ده راجع يقولنا إن أبوه حتى وهو عيان ما كانش حطه في دماغه أيه أيه بس كمل معلومة لأن السوريين كلما عارفينها إن انت كنت الحقيقة كده ما لكش لازمة انت كنت خيال مقات ولما خوك مات الحزب بعد جابك اللي هم الأباطرة اللي كانوا مسكين سوريا وقتها عشان لازم حد ما كان الصنم حافظ الأسد فجيت حضرتك كده ايه فيه ايه أبوك بيموت والله العظيم آه هو أبوك أقول ليه قعد ده ده أبو يا ده آه ده أبوك هو ده لا ده ما له كده بيموت يا راجل طب هنعمل ايه دلوقتي هتمسك البلد ده اللي حصل بزر هو دلوقتي بيقول لك ابني والله حسب ما هو عايز ولو كان عنده رغبة وانت كان عندك رغبة تمسك البلد وأهم حاجة القبول الشعبي وكل حاجة نصيب احنا احنا مغسلين ودفنين أو ضمنين جنة نعرفش نعرفش والله والله ما نعرف أهم حاجة رضى الناس عننا والله ورضى الناس أهم من أي حاجة ودي تقريبا نفس السكة نفس سكة السيسي في توريس ابنه أولاده في المناصب السياسية التوريس مجددا يجند أولاده للبقاء في السلطة حتى عام تلاتين فهل سيحكمون بعده أنا أتحداك نفس المزيع بنفس القناة بنفس البدلة لو سئل السيسي لو سألوك على رأي الست وردة في اللحن الرائع لمليخ حم عن حب سألوه لو سألوه نفس السؤال وقالوله حضرت عبدالفتاح السيسي حضرتك ناوي تورس ابنك الحب قسما بالله يقول نفس الجملة الدول ولا خد خلي بالك خلي بالك من حاجة أولا لو هو عايز دي حاجة رغبة شخصية لكن الأهم أن يكون الشعب عايزه قلتش أنا حاجة غلط داتي الشعب بقى يعوز ما يعوزي أنا قلتلك الشعب الطباخ الزفر كان رئيس الوزارة والسلطان خش قدم ركبه على الشعب والشعب طلع نكت والتاريق عليه وميعملي السلطان ينزل لبيت الطباخ يسيب القصر وينزل لبيت الطباخ عشان يقول المصريين بيتجازم يا كلاب طباخ جاهل أمي وانتو كرهينه وبتقل عليه الزفر طب أنا قاعد في بيته واتغدى عنده ووريني نفسكو بقى هو ده الحقيقة أن السيسي دمر البلد زي بشار ما دمر سوريا زي ما قال تحقيق حديث طبعا سوريا بنشوف المناظر بتاعتها المؤلمة سوريا اللي ما من مصري قابلته أنا أو أعرفه رحها اللي ورجع يحكي عن جنة شعب نظيف ناس محترمة شعب ودود والله آخر حاجة كان 2012 واحد صاحب يختفى عني ورجع بقوله كنت فين قال لي كنت في دمشق حاجة جمدة جدا والشعب لطيف والشعب جميل دمرها دمرها مش الإرهاب هو اللي دمرها لأنه تمسك بالكرسي دمرها لأن لأنه كان صاحبي ده أنا راكب عربيتي في شارع مصدق وهو راكب عربيته وجينا جنب بعض ورح شاور لي ودودت أنت كنت فيه بنكلم بعضه الناس ورانا قال لي بالنص قال لي ماشي يا معلم دي حاجة جمدة جدا دمرها وشعب إيه يا معلم والمقابلة والابتسامة دمرهم وجوعهم وشردهم أهو بقت سوريا كده بقت سوريا دي بقت كده زي ما أنت شايف خلاص بقى الشعب السوري طلع أو حش ما فيه قوة تحكموا على السوريين دلوقتي دولناس خارجة من أزمة اتفرجوا على السوريين من عشر سني كانوا عملين إزاي كانت ناس كريمة ومحترمة إنما ناس خارجة من أزمة مشت على رجليها بلاد فأنتوا بتشوفوا دلوقتي شعب مأزوم هي كده الأزمة كده والمعلم ده دمر مصر مش أنا اللي قلت ايه ده؟ مش أنا اللي قلت يا ريس يا صلاح مش أنا اللي قلت ده اللي قالت كده وحد اسمو ستيفن كوك كتب كده للفيرون بلوسي الأمريكية وعد السيسي المصريين بالإزدهار اطلع يا ريس ولكن مصر اليوم على شفى الإفلاس والإحصائيات مر عبة فالرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر الآن يشرف على تدميرها لقد استولى السيسي على دولة فقيرة فجعلها أكثر فقرا ستيفن كوك بحث فقرا يا أخي هات اللينك بتاع الخبر نفسه خلي السيسوية خلي السيسوية تفرجوا عليه بدل ما أقول لك جبتوا منين أهو جبتوا من هنا أهو كيف خرب السيسي مصر لقد وعد زعيم الانقلاب الذي تحول إلى رئيس المصريين بالإزدهار لكن البلاد ممزقة تماماً اللينكه هو ادخل اتفرج على الفورين بوليسي وهو أحد يقول لي ممولة وهو أحد يقول لي إخوان وهو أحد يقول لي دي مجلة نسوانجية وهو أحد يقول لي دي مجلة ما ما بتفقش من السكر هو أحد يقول لي الكلام الفاضي بتاع أحمد موسى دا أهو روحوا تردوها بقى روحوا يكلموا الـ FBI الأمريكية أو المخابرات الأمريكية قولوا لهم مين اللي ود ستيفن كوك دا مين اللي ود دا يا ستيفن روحوا يبعتوا له فلوس أبضوا عشان يسكت عننا كيف وعد زعيم الانقلاب المصريين بالإزدهار لكن البلاد ممزقة تماماً وتحقيق طويل هنجيبهولكو بعد شوية الحقيقة الأبرز أن مصر وصلت للحديد وأن أي كلام عن إصلاح بدون تداول سلم للسلطة ملوش معنى على الإطلاق دا مش رأيي دا رأيي السيد أنوال السادات أهو وحكمته الآن بدأوا يشعروا أنه يعني أن المسألة محتاجة مراجعة بجد يعني ما وصلنا إليه وما نعيشه في هذه الأيام يؤكد وما فيش حد يقدر ينكر ده أن الأمور محتاجة مراجعة وقفة حقيقية الفوز في انتخابات بـ 97 و 96 دا انتهى ولازم ندي فرصة لجيل جديد ويبقى فيه تداول سلطة بانتخابات حقيقية أنا شايف أنه الحالة الغضب اللي داخل الناس أكبر من كرتونة وأكبر من أي حاجة الخلاصة يا حضرات أنه المماليك حكمونا 300 وحاجة سنة تقريبا يعني الناس ما كانتش تعرف لغتنا أصلا تخيل تخيل أن المماليك ما تكونوش عارفوا لغتنا أو الله العظيم تخيل أن كانت علاقتهم بالإسلام تقريبا صفر آه كانوا دارسين وبعدهم دارس وكده لكن بكونوش بتعاملوا بيه أصلا تخيل أن احنا بنحب المماليك قوي قوي تخيل أنهم بنوا الأصور والمساجد دي بدم الشعب المصري ونحبوهم جدا بس تخيل كمان أنهم للمماليك دافوا عن الأمة الإسلامية ضد التطار والصليبي وكان منهم فرسان أعظماء تخيل أن احنا بنتحكم دلوقتي زي أيام المماليك بالزبط أن يجيب لك أي حد أي حد طباخ ويعينه رئيس وزارة نعينه حاكم أنت بص على تونس دي تونس يحكمها واحد كده دي مصر يحكمها واحد كده سيبك من الإمارات والدول اللي هي بتاعت الأنابيب دي ما هي دي دول زي أطفال الأنابيب كده اتعاملت عمولة يعني نحبك لك عن الدول الكبيرة دي سوريا تاريخ التاريخ الحقيقي الثقافة الحقيقية المطابع الترجمة الصحافة المصرح خرج من الشام تفرج على العراق العراق اللي كانت يقول لك الكتب تكتب في مصر وتطبع في الشام وتقرأ في العراق العراق اللي منها الجواهري العراق اللي منها يا رجل العراق اللي منها شعراء لا يعني ما نعوضهمش في التاريخ دي شد دي العراق يحكمها الناس دي هو كده وشعوب بقى ما فيش فارق بينهم ومن جدودهم أيام المماليكة عادي جدا شعوب شايفة أن الحاكم ظل الله على الأرض واللي يقول غير كده كافر عميل عدو الوطن أسهل حاجة صدقوني أسهل حاجة هي وظيفة أسهل وظيفة في العالم هي وظيفة أن تحكم بلد عربي لأنه الحاكم فيها لابد أن يكون ضميره ميت ما عندوش إنجازات دمه تقيل لكن بيعتمد على حاجتين الشرطة والجيش هكذا فعل خوش قدم هكذا فعل قنصوى الغوري كلهم حكموا كده المهم تحت إيدي جيش وشرطة هكذا حكم محمد علي محمد علي اللي كان بيجلد بيجلد كبار البلد على رجليهم قدام الفلاحين لأنه ما جابش الريع اللي هو عايزه وما يدارش حد يتكلم مهما كنت قصير ونتن طويل واهبل مش مهم مش قضية في وسائل إعلام هنعمل خفة دمك ما حصلتش ما عندكش قبول خالص خالص هنعمل لك قبول أما أنت كنت تهبل وعمال تدي محاضرات وتنظر في الفارغ هنعمل كلامك ده عبارة عن قصائد شعرية وتطبع وتقرأ في الصحف ونفرد لها ساعات من الإرسال مش مهم اقتل في الشعب واعمل مجازر واسرقوا وافسد براحتك واقول أي حاجة احنا هنعملك إنك مرسل من السماء وإنك بتحافظ على الوطن هنعمل كل كلامك ده حكم مرسله هنعمل بقاءك في الكرسي على دماء ملايين من الشعب هنعمله صمود هنعمله مقاومة هنعمله دفاع عن البلد مش مشكلة بقى مش قضية حتى لو البلد نفسها خربت مش قضية حتى لو جاعت مش مشكلة المهم مراتك تزبط ولادك يتزبطوا قصرك متزبط طيارتك معاك اسطولها من الكتاب والمفكرين والإعلاميين والمشايخ والأسسة معاك انسى معلم بقى وقاطيعوا الله وقاطيعوا الرسول وقالوا الأمر منكم حتى لو خربت البلد وجاع الشعب أحلى وظيفة بالتاريخ اشتركوا في القناة